ازاي اقدر اعمل صوري بالزكاية الصناعية? بكل بساطة تقدر تعمل صورتك بالزكاية الصناعية او تقدر تعمل اي وصف من دماغك بالصولة تامة جدا. فيه موقع اسمه موقع شايفينه التفوق طبعا. كل اللي هتكتبه وده بس. وتبحث على الكروم. هيزهر لك الموقع ده بالزبط زي ما انت شايف كده. هتلاقي في لو انت لسه مستخدم جديد هتضغط عليها اما لو انت عندك حساب قبل كده هتقدر تعمل ساين ان. لكن انت هتلخطر جوين زبيتا. بعد ما تضغط على جوين زبيتا هيتطلب منك انك تدخل حسابك في الدسكورد والباسورد بتاعك في حساب الدسكورد. وبعد كده بعد ما بتخلص بيوجهك مباشرة لتطبيق دسكورد اللي احنا هنشوفه دلوقتي. تمام? دلوقتي دلوقتي انا بقيت في السيرفر على الدسكورد باسم ميت جورني. السيرفر ده هلاقي في الرولز وهلاقي في تريل ساب بورت وهلاقي في حاجة اسمها اللي هي نيو كامر رومز. الرومز دي اللي هي 111 و 141 تقدر تخش اي روم فيهم. تمام? وتعمل صور بالزكاء الصناعي. الكود المخصص للزكاء الصناعي هو سلاش اللي هي الشرطة الميلة دي. بعديها كلمة هلاقيها ظهرت عندي اه بس مجرد بعمل imagine. تمام? هلاقي الكود الزهر على طول. بقدر اكتب اي وصف اقول مسلا سكاي مش عارف ايه بس خلي بقى لكم. كل كلمة انت بتكتبها وكل مجموعة من الاوصاف انت بتكتبها بتعمل سلاش اللي هي الصغيرة او الفصلة الصغيرة دي. وبتسيب مسافة وبتكتب مسلا اللي هو مثلا عسابين مثال. تعمل برضو فصلة وتسيب مسافة. مسلا تكتب اه تاون. تمام? تعمل ريني مسلا جو ممطر مش عارف ايه دي في وصف تمام? بعد ما بتضيف الوصف ده بتقدر تدوس اه سند ارسال وترسل. طبعا مش هرسل عشان خطر عدد الصور محدودة. طيب لو انا عندي بقى صورة شخصية اعمل ايه? بكل بساطة بترفع الصورة الشخصية دي وهوريك ازاي? تمام? وبتاخد اللينك بتاعها. خليني اقول مسلا ان انا والله عايز عندي صورة مرتضى منصور. عايز اخلي الصورة دي مسلا على سبيل المثال. اخليها فين? اخليها موجودة. اه واقدر ان انا احولها اعملها بالزكاة الصناعية. بكل بساطة بعمل سند لصورة اه مرتضى منصور. تمام? حطتها. بضغط على الصورة. التلات نقط اللي فوق. بعد كده هلاقي كلمة شير. بضغط على شير. باختار باخد اللينك ده كوبي كده. تمام? بعد ما خدت اللينك ده كوبي باجي هنا على بكتب الكود بتاعي المعتاد وبعد كده بحط لينك الصورة وبعد كده بسيب مسافة صغيرة وبحط اللي هي الفصلة الصغيرة دي. واقدر اضيف الوصف بعد كده. مهم اول ان احنا نضيف الوصف. علشان خاطر يكون دقيق. والله مثلا انا عاوزه يكون مثلا شاب عايز يكون في شكل مش عارف راجل عجوز. بكتب الاوصف دي كله عايزه مثلا مول على سبيل المسال. آآ بكتب آآ مثلا آآ اوصف تانية. آآ ليه? اقول مثلا والله هو اين زور. مثلا على سبيل المسال هو في الحرب هو جندي هو قوات خاصة هو مش عارف ايه. هو انسان عادي في الريف في المدينة بيتمشى في شارع. كل الاوصاف اللي انت عايز تكتبها بتقدر تكتبها. وبعد ما بتكتبها مهمة قوي في الصور الشخصية الكود اللي انا هقول لكم ده. طبعا الكود ده ما ينفعش اكتبه بعض الفصلة يعني بسيب الفصلة بشيل الفصلة دي كده. انا خلصت وصف ده اخر الوصف بتاعي تمام? ما حطش فصلة بعد كده. بحط الكود بعدين مباشرة. احط الكود دلوقتي وهتشوف ادي الكود اهو. تمام? اللي هما الشرطتين في اربعة. تمام? آآ ده الكود. تمام? آآ شرطتين في اربعة. ولحظوا المسافات والتباعد ما بين كل حاجة وحاجة. بعدها شرطتين. اتنين لتلاتة شرطة. بس ده الموضوع باختصار شديد جدا. وبتدوس ارسال. بعد كده ازا كاستناعي بيبتدي كارية الصور بتاعتك وخلي بقيتك الموضوع محدد. مش مفتوح. طيب انت عايز تبخليه مفتوح. تمام? بكل بساطة كل حساب جديد بيكون ليه عدد من الصور المحددة. عدد محدد من الصور. فانت لو عندك عسابات اخرى تقدر تجرب برضو بها وهي طلع معك نتائج حلوة. بس ده هي الطريقة بكل بساطة. الى اللقاء في فيديوهات قادمة.